الجزائر تستنكر قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي فتح ما يسمى تمثيلية دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي الخارجية والجزائرية في بيان لها الأحد احتبر التلقي فق ما يسمى أوراق الاحتماد من دبلوماسية مغربية تقدم نفسها زورا على أنها الممثلة الدائمة للاتحاد المغاربي لدى الاتحاد الافريقي قرارا متهورا وطائشا المصدر ذاته أضف أن هذا السلوك غير مسؤول وغير مقبول لصيما وأنه يأتي بعد المساعي الملحة التي باطرت بها السلوطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الافريقي من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسس وفقا للنصوص المنظمة لعمل اتحاد المغرب العربي لا يقع هذا التعيين ضمن صلاحية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي انتهت آخر عهدة له بتاريخ الفاتح أوت من 2022 دون أي إمكانية لتمديدها إلى أنه من خلال هذا الافتراء المتكرر يسعى إلى خدمة جندة البلد الذي يستضيفه يقول بيان الخارجية الجزائرية الجزائر حسب البيان أكدت عدم استشارتها بشأن هذا التعيين حيث تم خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989 والتي تقتضي في هذه الحالة التصويت بالاجمع من طرف دول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء خارجية الاتحاد بصفة الهيئة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات سواء تعلق الأمر بهذا التعيين أو بإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى الخارجية الجزائرية أكدت أن الجزائر ترفض لجوء مفوضية الاتحاد الافريقي لاستخدام صفة بالنيابة كخدعة قانونية للتعامل مع الأمين العام السابق للاتحاد المغرب العربي وتوكد أن المعاهدة المؤسسة للاتحاد لا تنصبت على مثل هذه الوضعية ويعد قبول رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لهذه المسرحية البروتوكولية المبتذلة وفق الخارجية الجزائرية رضوخ لعملية تلاعب مفضوحة تم أعدادها وتنفيذها لأغراض لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي الذين تؤكد الجزائر تمسكها الثابت بهما الجزائر دعت في ختام البيان مفوضية الاتحاد الافريقي إلى توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير مقبول للقواعد البروتوكولية والقانونية الدولية مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حسب تطور هذه القضية